حين حسك بالأجل منها اكترى وبقلبها تشوط نيراني الغضاء من الظلع ظلت تنوح الياسبة فاطمة بنت النبي عرفونها سيدتي فاطمة سيدتي واسي الحجة سيدتي فاطمة سيدتي فاطمة سيدتي واسي الحجة اللهم صلي على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها السؤال الأول قتل النفس الزكية هل هي شخصية معروفة أو عالم مشتهد أو شخصية غير معروفة إن كان المراد من النفس الزكية العلامة من العلامات الحتمية القريبة من ظهور الإمام الحجة عليه السلام هو شخص يبعثه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه برسالة ببيان بعد موسم الحجيج وبالتحديد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة ويقف بين الركن والمقام في المسجد الحرام ليبلغ من كان موجودا وشاهدا وحاضرا من بقية الحجيج ومن أهل مكة ومن يصل إليه الصوت يبلغهم رسالة عن الإمام الحج عليه السلام قبل ظهوره بعيام قلائل لأن الأخبار تحدثنا أن العلائم الواضحة ستبدأ بداياتها الأولى عند ظهور السفياني في الشام وفي فترة إذا أرادت أن تطول فهي سنة وإنما تتحقق العلامات القريبة في أقل من السنة لو أرادت أن تطول فهي سنة في أواخر تلكم العلامات علامة قتل النفس الزكية بين الركن والمقام كما قلت شاب هاشمي من بني هاشم يبعثه الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل مكة وإلى بقية الحجيج وإلى من يصل إليه الصوت في تلك الفترة بعد تحقق أهم العلامات فيقتل بين الركن والمقام في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة ووفقا لأحاديثنا بعد هذه الحادثة بخمسة عشر يوم يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في اليوم العاشر من شهر محرم يعني الحادثة تقع في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة والظهور يكون بحسب الروايات في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام الذي يلي شهر ذي الحجة الذي تقع فيه حادثة مقتل النفس الزكية إذا كان المراد من النفس الزكية هذا العنوان وإلا هذا العنوان مذكور في الروايات هذا العنوان وضع لمحمد بن عبد الله المحط وسمي بمحمد النفس الزكية والذي قتل أيام العباسيين أيام المنصور الدوانيقي وورد أيضاً في أحداث ما يجري في زمان الغيبة الكبرى أنه تقتل نفس زكية في ظاهر الكوفة مع سبعين من الصالحين ورد هذا التعبير في أكثر من رواية في أكثر من حديث لكن نحن غالباً حين نتحدث عن النفس الزكية نتحدث عن النفس الزكية العلامة القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو كما قلت شاب هاشمي يبعثه الإمام الحج بشكل خاص إلى بقايا الحجيج وأهل مكة ليعلن بياناً وليوصل رسالة من الإمام الحج فيقتل هناك وبعده بخمسة عشر يوم يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أما هل هو شخصية معروفة مميزة لم تشر الروايات إلى ذلك إنما نعرفه ونميزه من خلال القراءن التي أشرت إليها أولاً شاب هاشمي ثانياً يكون حضوره ووجوده في المسجد الحرام وموقفه بين الركن والمقام ويعلن خطاباً وبياناً عن الإمام الحج عليه السلام في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذا الحج بعد حدوث العلامات ظهور السفياني ظهور الخراساني ظهور اليماني الصيحة في شهر رمضان والتكالب والصراع الشديد بين القبائل في الحجاس والسفياني يبعث بجيش إلى المدينة إلى الحجاس علامات عديدة تحدثت عنها الروايات إذا ما حدثت هذه العلامات مع تلك القراءن الأخرى يمكننا أن نشخص شخصية النفس الزكية التي تحدث عنها السؤال السؤال الآخر ما هي أهم أسباب عدم الوضوح العقائدي وما هي مظاهره وكيف نتجنبها أهم أسباب عدم الوضوح العقائدي هو الابتعاد عن علم أهل البيت الابتعاد عن فكر أهل البيت الابتعاد عن حديث أهل البيت عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق يعني مساوي من يطلب المعرفة في العقائد في الدين من يطلب المعرفة في عقيدته من طريق لا يمت إلى أهل البيت بصلة فهو كالذي ينكرهم طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق يعني مساوي بنفس الدرجة مساوق لإنكارنا وهذه قضية بديهية قضية طبيعية يعني هل الذي يريد أن يعرف الفكرة الماركسي يسأل مفكري الرئيس مالية وهل الذي يريد أن يعرف الفكرة الليبرالي يسأل المؤسسات والجهات التي تنظر للدكتاتوريات هذا كلام منطقي شيء طبيعي إذا أردت أن تعرف أهل البيت لا بد أن تسألهم لا بد أن ترجع إليهم لا بد أن تأخذ منهم وهذا هو الشيء الطبيعي الشيء غير الطبيعي أنك تطلب العلاجة من مرض يصيب بدنك من مهندس وأنك تطلب خريطة لبناء بيتك من طبيب هذا الشيء غير الطبيعي شيء طبيعي أن تذهب إلى صاحب الإختصاص إذا كان الحديث عن عقائت وعقائت في دين وهذا الدين هو دينهم لا بد أن نأخذ المعرفة منهم صلوات الله عليه هذا هو السبب الرئيس السبب الرئيس والسبب الأول والأخير لأن المشكلة التي وقع فيها الكثير من العلماء المشكلة الموجودة في الواقع الشيعي المشكلة الموجودة في الواقع الشيعي الثقافة الشيعية والفكر الشيعي عبارة عن خليط شيء أخذ من أهل البيت أضيف إليه الكثير من فكر المخالفين ثم أضيف إليه شيء من فكر نفس العالم من نتاج نفس الباحث ووضع هذا كله في خلاط خلط وقدم على أنه فكر أهل البيت وهذا هو الذي كان سببا في عدم الوضوح العقائتي هذا الخبط والخلط وهذه القضية قضية تأريخها قديم هذه المشكلة بدأت بداياتها مع وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري علي بن محمد السمري توفي في الخامس عشر من شعبان سنة 329 للهجرة منذ ذلك التأريخ بدأت هذه القضية وتراكمت عبر التأريخ يعني من ذلك التأريخ إلى هذا اليوم حدود ألف ومية وسبع سنوات من بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة حدود ألف ومية وسبع سنوات ألف ومية وسبع سنوات فترة زمنية طويلة جدا تراكمات هائلة حدثت فيها كما قلت قبل قليل شيء أخذ من أهل البيت شيء قليل أضيف إليه الكثير من الفكر المخالف لأهل البيت وأضيفت إليه استنتاجات بشرية أنا أستنتج شيئا والآخر يستنتج شيئا وهكذا وتجمعت وخلطت ومزجت فكان هذا النتاج الموجود بين أيدينا الذي أدى إلى عدم الوضوح العقائدي بحيث تجد كبار من العلماء والمراجع ينكرون أو يشككون في بديهيات واضحة في حديث أهل البيت بديهيات واضحة جدا لا تحتاج إلى بحث ولا إلى جدل أما ما هي مظاهر عدم الوضوح العقائدي مظاهر عدم الوضوح العقائدي كثيرة جدا ومن أراد أن يبحث عن هذه التفاصيل أنا عندي برامج كثيرة موجودة على الإنترنت هناك مجموعة من الملفات ملف العصمة ملف الظهور والجفر الملف المهدوي ملف التنزيل والتأويل ملف الكتاب والعترة العقل الشيعي ملف الكتاب والعترة الكتاب الصامت مجموعة من البرامج مئات من الساعات يمكنكم أن تراجعوها وتعرف الكثير من هذه المظاهر مسندة بالأسانيد موثقة بالوثائق الحسية والصوتية وبالوثائق الخطية وبالكتب وبالمطبوعات بشكل واضح جدا كيف نتجنب عدم الوضوح العقائدي هذه القضية في نفس السبب الذي أشرت إلي أن المشكلة نتجت من عدم الرجوع إلى فكر أهل البيت أنا أقول للشباب بشكل عام لا يمكن أن نتحدث حديثا نظريا لا يمكن تطبيقها لا يمكن أن نطالب الناس أن تراجع عشرات ومئات من الكتب هذا شيء مستحيل بالنسبة لحياة الناس لا أقول صعب مستحيل بالنسبة لحياة الناس لكن أقول لشباب الشيعة ودائما أقول هذا الأمر الآن الإنترنت متوفر الأجهزة تحمل في الجيوب متوفر في كل مكان الإنترنت أدخلوا على اليوتيوب وهناك العشرات من المتحدثين الشيعة عشرات أعداد كثيرة من المتكلمين الذين يتحدثون فليختر الشاب مجموعة من هؤلاء بعض هؤلاء المتحدثين ممن يمدحهم الناس تفقوا على متحهم بعض هؤلاء الناس ممن يذمهم الناس بعض هؤلاء الشخصيات مثار جدل مثار جدل وتشكيك وتساؤل ليختر الشاب مجموعة من هذه الشخصيات ويستمع إليهم الأئمة أرادوا منا أن نحترم عقولنا الأئمة ما أرادوا لشيعتهم أن يعطلوا عقولهم أنت الآن إذا أردت أن تسأل كل علماء الشيعة عن العقائد العقائد لا تقليد فيها العقائد على الإنسان أن يدركها بنفسه أن يصل إليها بنفسه على الأقل الحد الأقل استمعوا إلى هؤلاء المتحدثين أي متحدث يشدد رباطكم بأهل البيت أي متحدث يفتح وجدانكم على أهل البيت حاولوا أن تستفيدوا منه المتحدث المفكر العالم الفقيه المرجع سم ما شئت من الأوصاف والعبارات إذا كان يقف حائلا فيما بينك وبين إمام زمانك إذا كان يقف حائلا فيما بينك وبين المعرفة الصافية لأهل البيت لماذا تتبعه؟ هذه عقائت والعقائت أنت المرجع فيها في العقيدة أنت المرجع وللعلم دائرة العقيدة هي الدائرة الأوسع أنت لن تدخل الجنة بالفروع التي تقلد بها أنت تدخل الجنة بعقيدتك الضلال والهدى لا تميزها الصلاة والصيانة الضلال والهدى تميزها العقيدة أنت ضال أو مهتدي على أساس العقيدة عاقبتك حسنة أو سيئة على أساس العقيدة أنت في الجنة أو في النار على أساس العقيدة أنت تنال الشفاعة أو لا تنال على أساس العقيدة الميزان هو العقيدة والأساس العقيدة أنت تبحث عن الفيديو طول دقيقتين ثلاثة أربعة هذا الواقع الذي نعيشه نحن أنا أقول هذا أقل ما يمكن بحسب الإمكانات المتوفرة أن يختار الشيعي خصوصاً الشباب مجموعة من متحدثي الشيعة ويستمع إلى أحاديثهم يستمع مثلاً على الأقل لكل متحدث لعشرة أنواع من أحاديثه عشرة موضوعات وأعتقد أن البحث عن العقيدة والبحث عن الدين يستهل أن يصرف له هذا الوقت أكثر من هذا الوقت بل لو صرف الإنسان كل حياته بحثاً عن الطريق الصحيح وعن البوابة الصحيحة والنافذة الآمنة لكان ذلك قليلاً هذا صحيح نظري أما لي الناس لا تتم بهذا الموضوع لكنني أقول هذا هو القدر الأقل حكموا عقولكم الأئمة يريدون منا أن نحترم عقولنا لا أن تجمد العقول فأي نافذة وأي بوابة من خلالها تجدون سبباً لتشديد الرباب تشديد العلاقة مع إمام زمانكم هي هذه البوابة الأفضل لا أقول هذه بوابة معصومة لا توجد بوابة معصومة البوابة المعصومة هي بوابة الحجة بن الحسن فقط الجميع يشتبهون الجميع يخطأون كلنا نشتبه كلنا نقطع كلنا نعثى وهذه طبيعة الإنسان وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه من خلال الروايات هذا سؤال آخر هل بالفعل سيتجه الإمام إلى الحروب لنشر الإسلام المحمدي ومن هم الأطراف الذين سيحاربهم الإمام وذلك لوجود بعض الأقوال الناقدة لتلك الروايات التي تتحدث عن حروب الإمام ودمويته الإمام صلوات الله وسلامه عليه أساساً هو رحمة للعباد وليس نخمة على العباد يعني رسم صورة الحرب فقط أنا لا أنفي الحرب الحرب موجودة والقتل والقتال موجود وهل هناك من مجتمع عبر التاريخ بني من دون حرب ومن دون قتال هذه قضية طبيعية ربما لظروف سياسية لظروف اجتماعية لإعلام معين للأحداث الإرهابية التي حدثت صارت هناك صور تصورات عن الفكر الإسلامي عن الإسلام هذه قضايا أخرى نحن إذا أردنا أن نبحث المسألة بشكل نفككها تفكيكا أساسا الإمام رحمة وليس نقمة وهذه عقيدتنا هذا واحد اثنين إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات التي تتحدث عن حروب في زمان الإمام صلوات الله وسلامه نعم هناك حروب ولكن هذه الحروب كم تتخذ من المساحة ومن الوقت بحسب الروايات ثمانية أشهر وبعدها تنتهي الحرب رواةها كذا تقول أن الإمام يرفع السيف ثمانية أشهر قد يقول قائل بأن هناك روايات تقول بأن السنة في أيامه كسبع سنين كعشر سنين من سنيكم فلنقل عشر سنين فإذا كان عشرة أشهر نضربها في عشرة هذه مئة شهر ومئة شهر إذا ما قسمت على هذه الفرضية مئة شهر إذا ما قسمت على إثنى عشر عدد شهور السنة ستكون سنوات معدودة هذا على فرض عفواً أنا قلت عشرة أشهر هي ثمانية أشهر ثمانية أشهر في عشرة تكون ثمانين شهر فثمانين شهر إذا ما قسمت على عدد شهور السنة تكون سنوات قليلة سنوات قليلة بالقياس إلى دولة ستستمر ربما إلى ملايين من السنين ربما أقول أنا لا أعرف كم ستستمر لأنه بعد حكم الإمام الحجة ستبدأ مرحلة الرجعة ومرحلة الرجعة مرحلة طويلة جدا لا ندري كم تستمر لكنها مرحلة طويلة جدا قد تستمر إلى ملايين من السنين لا أدري كم تستمر لم تحدد الروايات ذلك أن تكون مدة خمس ست سنوات سبع سنوات على فرض أن الأشهر الثمانية تضرف في عشر أشهر أن تكون هذه الفترة الزمنية المحدودة لأجل أن يتأسس مجتمع أو حياة تستمر إلى ملايين من السنين لا أعتقد أنها تساوي شيئا لو قيست بالحروب التي مرت في تعريخ البشرية مع أن تعريخ البشرية من زمان آدم إلى يومنا هذا يحسب بآلاف السنين لا يحسب بالملايين من زمان آدم إلى يومنا هذا إذا أردنا أن نحسبه بحسب القرائن الموجودة إن كان في كتب التأريخ أو كان القرائن في كتبنا الدينية أو حتى في كتب الديانات الأخرى في كتب اليهود في كتب النصارى إذا أردنا أن نحسب الفترة الزمانية من زمان آدم إلى يومنا هذا إلى زمن الظهور يحسب بالآلاف هذه آلاف السنين كم كان عدد سنين الحرب فيها وكم كان عدد القتلى في هذه الحروب اقرأوا في تأريخ الولايات المتحدة الأمريكية وعشرات الملايين الذين ذبحوا في الحروب الداخلية عشرات وعشرات الملايين اقرأوا في تأريخ الحرب العالمية الثانية وعشرات الملايين الذين قتلوا في العالم إلى الحروب الطويلة الكثيرة عبر التأريخ ثمانية أشهر تحول الإمام كما هو في مفروض السؤال للذي يتساءل تحول الإمام إلى شخصية دموية في مقابل هذا التأريخ الواسع المليء بالدماء هذا التأريخ الواسع المليء بالدماء هو الذي سيضطر الإمام إلى هذه الحروب لأن هذه الحروب عبر التأريخ من زمان آدم إلى ظهور الإمام هذه الحروب لها تأثيرات قسم من هذه التأثيرات تكون موجودة في طيات المجتمعات البشرية وقسم منها تكون في الجينات منقولة الطبيعة الإجرامية تكون منقولة في الجينات بسبب هذه التأثيرات عبر الحروب عبر القرون المتقدمة فلا يمكن أن يصلح المجتمع لأنه تصور المجتمع البشري في حالة وردية وتصور المجتمع البشري على أن الناس جميعا عصافير وبلابل وحمام سلام هذا كلام غير منطقي هناك الكثير من الناس ممن يحملون في دواخلهم وحوشا وديناصورات ربما لم يسعل المجال ولم تأتي الفرصة لخروج هذه الديناصورات هذه قضية الجريمة والوحشية موجودة في باطن الإنسان وموجودة في الكثير من المجتمعات وهذه قضية طبيعية هل يوجد مجتمع أو توجد دولة من دون قانون للعقوبات هل توجد دولة أو يوجد مجتمع من دون جيش يقمع الأطراف التي تحاول أن تثير الفساد وتثير الاضطراب في ذلك المجتمع أو في تلك الدولة لا يمكن أن تتصور ذلك هذه قضية طبيعية جدا قضية أن توجد عقوبة وأن يوجد ردع وأن توجد قوة قوة لتطبيق القانون قوة للدفاع عن الضعيف قوة لردع القوي قوة لنشر العدل قوة لتطبيق قوانين القضاء إذا تركت الأمور من دون قوة ومن دون ردع يمكن للمجتمع البشري أن تستقيم أموره هذه قضية غير منطقية لكن حينما يتوجه الإعلام والحالة النفسية باتجاه معين ضد قضية معينة ويركز ويسلط الضوء عليها الإعلام له القدرة له القدرة الهائلة على أن يكبر الشيء الصغير قضية صغيرة يمكن أن يضخمها قضية كبيرة يمكن أن يصغرها قضية في غاية الأهمية يمكن أن يسلب أهميتها ويجعل الناس لا يعبؤون بها وقضية ليس ذات أهمية وليس الذات بال الإعلام يمكن أن يصلط الماكنة الإعلامية عليها فيجعل من هذه القضية هي القضية رقم ماحد في حياة الناس وهذه لعبة الإعلام وهذه لعبة الدعاية هذا هو الواقع الواقع الذي نعيشه الآن وقد وصل الإعلام الآن في زماننا هذا إلى قمة ما يمكن أن يصل إليه بالقياس إلى الماضي الماكنة الإعلامية موجودة منذ البداية ولكنها ما وصلت في يوم من الأيام عبر التأريخ إلى ما وصلت إليه الآن من الإمكانات والقدرات والتكنولوجيا العالية جدا فهذا الكلام هو جزء من هذا الجو الذي يثار إلى القضية لو رجعت إلى الدين المسيحي وقرأت في الإنجيل في كتاب العهد الجديد لو ذهبت إلى كتاب العهد الجديد أقرأ في رؤيا يوحنى في آخر فصول الإنجيل ماذا ستجد ستجد حروبا هائلة سيقوم بها السيد المسيح حروب هائلة لم يشهد لها التأريخ مثيلا تقتل فيها أعداد هائلة جدا لم يسلط أحد الضوء على هذه القضية هذا المصطلح تسمعون به هارمجدون 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 هي هذه الحرب بحسب الديانة المسيحية بحسب الإنجيل بحسب رؤية يوحنى الإنجيل الموجود الآن المعترف به رسميا وشرعيا في الكنائس هارمجدون هارمجدون أكبر حرب في تأريخ البشرية بغض النظر أن هذه الرؤية النبوءة المعلومات صحيحة أو غير صحيحة لكن أقول هذا الكلام موجود موجود في كتب الديانة المسيحية وأكثر منه موجود في كتب الديانة اليهودية لم يسلط الضوء على هذه سلط الضوء على مثل هذه الأمور وبالمناسبة الذين يسلطون الضوء على مثل هذه الأمور من داخل الوسط الشيعي الاسم الخارج للوسط الشيعي يعني لا اليهود ولا النصارى ولا الإعلام الغربي يسلط الضوء على موضوع الإمام المهدي عليه السلام وأنه سيقتل ودمه بالمناسبة هذا الكلام يخرج من داخل الوسط الشيعي السؤال الثاني ما هي صحة الروايات التي تتحدث عن إخراج الإمام لأجساد الأول والثاني من قبورهم وكذلك إخراج جسد عبد الله الرضي بالنسبة للشق الأول من السؤال ورد هذا في الرواية رواية موجودة عندنا في كتب الحديث وتحدثت الروايات عنها بشكل مفصل أما إخراج جسد عبد الله الرضيع أنا شخصيا لم أرى هذا النص في كتب الحديث المعروفة لكن هذا الموضوع يتداول على الأنسنة ويذكر في مجالس العزاء وما هو بشيء بعيد ليس شيئا مستبعدا لكنني أنا شخصيا لم أطلع على هذا المضمون في مصدر من مصادر كتب الحديث نعم موجود في بعض كتب الخطباء كتب الخطباء المعاصرين كتبوا أن أتحدث عن مصادر الحديث القديمة لا أتحدث عن كتب كتبت في حدود مئة سنة أو مئتين سنة موجود في كتب التي كتبت في العهد الصفوي والعهد القاجاري موجود هذا الكلام لكنني لم أجد هذا في الكتب القديمة في كتبنا القديمة وربما الذين نقلوا هذا المضمون وجدوا في كتبهم وجدوا أنا لم أجدها أنا لم أعتر على هذا النص في كتبنا الحديثية المعروفة القديمة موجود في كتب المتأخرين يذكر على المنابر ولا أعتقد أن شيئا يمنع من حدوث هذا الأمر كيف تتجسد علاقتي بإمام زماني؟ هل المقصود بذلك هو فقط حالة الدعاء والكلام معه بشكل يومي؟ أم هناك مجالات أوسع من ذلك؟ قطعا هذا المضمون الدعاء والكلام معه هو جزء من العلاقة مع الإمام الحج عليه السلام ولكن أنا أشير إلى إشارات يمكن أن نتلمس من خلالها مضمون العلاقة مع الإمام الحج عليه السلام ما جاء في أحاديث أهل البيت عن الإمام الصادق عليه السلام من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية من بات ليلة من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية لأن الحياة على درجات والموت على درجات كلما ازداد الإنسان معرفة لإمام زمانه ازداد درجة في درجات الحياة أعني بالحياة حياة القلوب وكلما ازداد جهلاً وبعداً عن معرفة إمام زمانه ازداد ميتة جاهلية الميتة الجاهلية أيضاً على درجات والمراد من الميتة في معنى من معانيها هي ميتة القلوب من لم يعرف إمام زمانه ليلة واحدة بات ليلة واحدة وهو لا يعرف إمام زمانه قطعاً لا توجد درجة واحدة لمعرفة إمام زمانه الناس تختلف عقولها وتختلف قلوبها كما يقول سيد الأوصياء القلوب أوعية القلوب كالأواني وخيرها أوعاها وخيرها أكبرها أوعاها يعني أكبرها القلوب أوعية القلوب أواني وخيرها أوعاها وخيرها أكبرها الناس على منازل مختلفة مدارك الناس مختلفة عقول الناس مختلفة قلوب الناس مختلفة الخلفيات التي جاء منها الناس يختلفون الوراثة التربية التعليم هذه العوامل التي تشكل شخصية الإنسان شخصية الإنسان تتشكل من مجموعة من العوامل منها عوامل وراثية منها عوامل تتعلق بالبيئة عوامل تتعلق بالتربية عوامل تتعلق بالتعليم عوامل تتعلق بالتجربة بالتجربة الشخصية لنفس الإنسان أو بالتجارب التي يراها ألا يقولون إن من عرف تأريخ سنة ازداد عمره سنة كل هذه تشكل شخصية الإنسان الناس يختلفون في هذه معرفة الإمام مختلفة باختلاف نوايا الناس باختلاف عقول الناس باختلاف سعة إدراك الناس باختلاف درجات ومستويات العلم عند الناس لكن المطلوب الأول والأخير هو معرفته كل بحسبه وإنما يداق الله العباد على قدر عقولهم المحاسبة على قدر العقول والعقول هي المحور في المعرفة العقول البشرية هي المحور في المعرفة هذه إضاءة وإضاءة أخرى ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونقل عن إمامنا الرضاء نقل عن أكثر من إمام حين يذكر عنده الحجة بن الحسن يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا كلام الإمام المعصوم لو أدركته لخدمته أيام حياتي إذن مساحة العلاقة واسعة جدا ليس محصورة كما في السؤال هو فقط حالة الدعاء والكلام معه هذا جزء من العلاقة هذا مظهر من مظاهر العلاقة هذا جانب من جوانب العلاقة ولكن القضية أوسع إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يجمل الحقيقة في جملة واحدة قصيرة جدا ماذا يقول؟ يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج وأعتقد أن هذه الكلمة جامعة مانعة كما يقولون هذه تجمع كل المعاني أفضل العبادة بعد المعرفة المعرفة أولا ولذلك أول حديث ذكرته قلت من بات ليلة ولم يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلين أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج وانتظار الفرج أيضا هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل لكن المقام لا أسعى لتفصيل الكلام في كل صغيرة وكبيرة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم ماذا أعطاهم؟ من العقول والأفهام والمعرفة وهذه الأزمة التي نحن نعاني منها الإمام الحج يحتاج إلى عقول أفهام ومعرفة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ما صارت به الغيبة ترجمة نانسي قنقر